اشتركوا في القناة حلم الحمل بدون زواج في المنام حلم الحمل بدون زواج في المنام ربما ان الشخص الرأي ده هيتغلب على الخلافات اللي في حياته ربما ايضا رؤية الحمل بدون زواج في المنام ربما اللي بيدل على ان الحالم ده في عقبات موجودة في حياته ولكن ان شاء الله هيتجاوزها لو كان الرأي ده عنده طموحات كتيرة في عمله وبيرغب في الحصول على المكان الاجتماعي المرموقة فلو شاف الحمل في المنام يعني لو شافت الرأيها الحمل في المنام ده ربما ده بيدل على العقبات اللي بيواجهها ولكن هتزول بإذن ربنا عز وجل ولو شاف يعني لو شافت الرأيها ان هي وضعت الحمل سواء كانت انسة او زكر دي بتبشر الرأيها ايا كانت طبعا عزباء او متزوجة او حامل دي بتبشرها ان شاء الله بيوصلها الاهدفة وطموحات اللي هي بتتمنها وان هي ان شاء الله تتخطى كافة العقبات الموجودة في حياتها ايا كانت وطبعا بيدل على ان الحامل عمتا في المنام بيدل على ان صاحب الحلم ده بيعاني من الهموم والاحزان الموجودة في حياته ربما ايضا ان الحالم او الحالمة دي عندها روح التحدي وما بتستسلمش حتى لو مرت بازمات وربما ايضا تدل على يعني ان الحالم ده يعني هيتعرض لكثير من الازمات والاختبرات في حياته ربما ايضا بيدل على ان الرأية دي بتمر بقلق شديد على ان هي يعني ازا كانت مسلا طالبة مسلا وعندها اختبرات فهي يعني عندها قلق ان هي تفشل في الاختبرات دي فقد تكون الرؤية دي نتيجة للقلق وربما تكون يعني يعني تكون يعني في عقلها يعني في عقل اللواعي وربما ايضا يعني اللي تشوف نفسها حامل في منامها بسبب ما يوجد بداخلها من الخوف الشديد من ان ترصف في الاختبرات اما يعني اللي تشوف نوع الجنين اللي بتحمل بيه في رحمها في الحلم فاذا كانت الانسة ده بتدل على الاحداث السعيدة اللي اللي في انتظارها عما في القريب ولما تشوف الجنين يعني ربما ان هي بتهيق نفسها لبعض الامور الغير حسنة ربما ان هي بتعاني من مشاكل كبيرة مع انسان على يعني كانت على وشك الزواج منه او ربما لم تنجح في علاقة عاطفية كان املها كبير عليها والمتزوجة اللي تشوف ان هي حامل بدون زواج ربما ده بيدل على خلافات القائمة بينها وبين عائلتها او بينها وبين زوجها اه فلو شافت مسلا ان هي ببيت ولدها ولم تتزوج بالرغم من ان هي طارى نفسها ان هي حامل ربما ده علامة على مشكلة كبيرة ربما تمر بيها بسبب الخلاف على المراسق او غير ذلك وربما تدل على يعني اه يعني اه في خلافات ما بينها وبين زوجها ربما في اه عدم تكافق ما بينهم ربما يشير الى ان هي تنفصل عن الزوج اما لو شافت ان اختها حامل وهي ما زالت بنت غير متزوجة الرؤي دي يعني علامة على حاجة اختها المساعدة وان هي في مأزق كبير اه كذلك الامر بالنسبة للارمالة اللي شوفوا ان هي بتعمل بدون اه زواج ده ربما يدل على ان الارمالة دي بتعاني من اكتئاب وحزن جديد اه بسبب فقدانها لزوجها السابق او ان هي بتشعر بالوحدة والفراغ او ربما ان هي بتعاني من مشكلة كبيرة مع اهل زوجها اه الى اخره ولكن عمطن الحمل في المنام لو كان على وشك الولادة او الحلمة دي ولدت في المنام ده بيدل على ان هي تتخلص من الازمات والهموم والمشكلات الموجودة في حياتها ايا كانت احبا في الله ربنا بشاركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤيه عازي فصرها يكتبها اصفل الفيديو علشان نفسرها لكم فسر وقت ما تنسوش تشيركم في القناة واتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لكبر قدر منكم من الناس والى اللقاء في داخل السلام عليكم